يعني بتأتي القمة في ظل تفاقم الوضع أو الأوضاع الإنسانية في غزة بنتكلم على حوالي 2 مليون فلسطيني متمركزين في رفح الفلسطينية الآن ومع ذلك بيهدد الجيش الإسرائيلي بدخول رفح الفلسطينية بالفعل فبهذا الوقت وعندما عجزت المنظمات الدولية والمتدايات الدولية عن إدارة الأزمات بتأتي هذه القمة تأثيرها إيه؟ يعني تأثير هذه القمة أتصور أنه فكرة بلورة هذا الموقف العربي خاصة أن العرب لهم أوراق قوة كثيرة قوة اقتصادية مصر دولة مؤسساتها الدولة الراسخة القوية بمؤسساتها وبجيشها القوي وهي الدولة عمود الخيمة في هذه المنطقة أيضا هذه الملاءة المالية للدول العربية والثروات الغازية والنفطية وتلك الاستثمارات هناك أوراق قوة كثيرة ولكن كل له مصلحته وكل له سيادته لذلك أن جامعة الدول العربية يعني البعض يحملها أكثر مما تحتمل هي منظمة إقليمية هي مجموع إرادات الدول العربية ليس هناك شيء اسم جامعة عربية ولكن جامعة الدول العربية مجموع إتحاد إرادات الـ 22 دولة عربية فإن كان النتائج لا تنفصل عن المقدمات إن كان هناك ذلك التبلور لإرادة عربية واحدة سيكون لها هذه القرارات القوية النافذة المؤثرة وأتصور أن القرارات ليس فقط على مستوى استراتيجي وإنما من الممكن أن يكون هناك مستويات أخرى لها تأثير على البعد السياسي والاستراتيجي صحيح